بوظيفة هناك فلاح يحلم بالمطر هناك من يحلم بطفل أو صفر كلنا نحمل حلما بالمختصر ولا رأس هذه الأحلام ومن يحويها جميعا هو الحلم بالوطن أن نحلم بوطن قوي متطور فيه ما فيه من الرفاهية والعيش والإحترام والأمل الحلم بالوطن أكبر دافع للنهوض بالوطن اليوم نحن أمام مشكلة الهجرة رحيل النخب، رحيل الكفاءات ورحيل الحلم السؤال الكبير اليوم لماذا تهاجر الكفاءات والنخب؟ هذا السؤال يضعنا أمام جدلية أخرى وازدواجية فاصلة إذا كان الإحباط واليأس من إمكانية الحصول على عمل ضحف الإمكانيات أو عدم تكافؤ الفرص والمحسوبية والوساطة عدم احترام النخب وتقديرها أحيانا هو سبب الهجرة أليس هذه الممارسات؟ هي ممارسات عدم التقدم والتطور إذا رحل كل من يصطدم بهذه الممارسات فمن يقوم بالتغيير ومن ينهي هذه الممارسات؟ أليس التقدم والتطور؟ الهجرة، ونحن هنا نقدم تساؤل ولا نقدم رأي هناك من يراها أنها النتيجة للإرهاب الإداري الذي تجاوز كل الحدود تهميش النخب وعدم احترامهم وتقديرهم لكن هناك أيضا من يرى العكس أن الهجرة أصبحت أول حل أمام أول صعوبة تلقاها الكفاءة ويلقاها الإطار تطور الدول يقع على عاتق نخبتها والنخب تقول أن الفرصة لم تمنح لنا لإجراء هذا التغيير هناك من يعتبر أن الهجرة هي نتيجة حتمية قهرية وآخر الحلول وهناك من يرى أن الهجرة أصبحت أول الحلول دون مقاومة ولا محاولة ويعتبرها أيضا تخلي عن الالتزام أمام الوطن وإذا رحل المحامي والطبيب والمهندس والإعلامي لمن نترك الوطن هجرة الكفاءات والنخب أول الحلول أم آخرها ضيفيا اليوم السيد محمد بن خروف رئيس الرابطة الدولية للكفاءات الجزائرية بها الخارج سيد بن خروف مرحبا بك معنا شكرا لقبولك داودنا شكرا على الاستضافة وهذا شرف لي أن أنزل ضيفة على قناة النهار التي يشاهد الكثير من كفاءاتنا الموجودين في الخارج شكرا سيد بن خروف أول سؤال نبدأ به سيد بن خروف هي هذه الرابطة رابطة الدولية للكفاءات الجزائرية بالخارج لو تعرفنا نحن وحتى المشاهد لو شوفينا بهذا الرابطة وش تدير الدورها نعم هذه فكرة كانت قديمة نوعا ما كنا قد أعملنا مع قنص العام سابق في باريس وكان قام بعمل جبار جدا ونذكر اسمه يعني مزين شريف القنص العام اللي كان قام بعمل جبار من أجل توحيد هذه الكفاءات ونخبل الجزائرية المتوجدة في الخارج وللأسف الشديد أنه بذهاب هذا الرجل يعني الملف وكأنه أرمي في حشك مزبلة المهملات وكان لنا فرصة أن قمنا بمبادرة من إذاعة محلية بمحاضرة انفيديو كونفيرنس حول هجرة الأدمغة وأثرها السلبي على النمو والإزدهار في الوطن وبعد هذه المحاضرة مباشرة كان في اقتراح من بعض المشاركين يعني كان تقريب حوالي 25 مشارك من كافة القارات من خمس قارات من فرنسا كندا، بريطانيا، ألمانيا، بلجيكا وقترحوا باش نأسوا أولا الاتحاد الدولي للإطارات الجزائرية وأسسنا هذا الاتحاد الدولي للإطارات الجزائرية في 2010 لمدة سنة يعني كان لقى نجح كبير وانضمام كبير حوالي 2500 عضو 2500 عضو كلهم نخب يعني إطارات كلهم إطارات جامعيين، طباء، باحثين في كل شمال يعني كل مجالات التنمية وبعد سنة أو سنة ونصف غيرنا الاتحاد الدولي للإطارات الجزائرية الذي أصبح الرابطة دولي الكفاءة الجزائرية طيب رابطة الآن شحال فيها من توسع المجال من هذه النخبة العالية من الباحثين والأطباء إلى كل فئات الكفاءات منهم حتى الرياضيين، منهم الفنانين طيب، عندكم عدد سيد بن خروف؟ حتى نعرف شحال في الرابطة هذه من نخب، من كفاءات؟ اليوم عندنا تقريبا 1200 عضو مشارك ويساهم في هذه الرابطة يعني العامل تاعنا مقسوم على خمس لجان أو ست لجان نذكر منها الأهم لجنة التكوين والتعليم والبحث العلمي التي تقوم بدراسة ملفات التعليم والبحث العلمي في الجزائر والتكوين أيضاً وتقوم أيضاً بمقترحات فيها لجنة الصحة والبيئة فيها لجنة الزراعة والصناعة فيها لجنة أيضا الإصلاح الإداري السياسة والإصلاح الإداري وعندها علاقة بالوطن لما نقول علاقة بالوطن أقصد في المجال الملموس تقدم اقتراحات يأخذ في الاقتراحة نعم هذه كلها تعمل على ملفات في الوطن وتقدم المقترحات وهذه المقترحات نقدمها بصفة رسمية إلى الجهات المسؤولة فيه تجاوب الآن؟ الآن هذا هو السؤال المطروح التجاوب يعني تجاوب نظري لكنه لا يتمت على أرض الواقع السؤال المطروح لماذا؟ لأنه ما زال هناك عواقب بيروقراطية عواقب بيروقراطية أو حواجز بيروقراطية تمنع وصول هذه المقترحات إلى أعلى مستوى بالرغم من أنه فيه نية سيابة صادقة كان فيه زيارة الوزير الأول عبد الملك سلال إلى باريز مرة بعديدة وكنا نقترح بعض الحلول ويعني نظريا هو يقول تفضلوا عندكم ملموسة سيب مخروف خلينا نقول ملموسة بصراحة في قطاع الصحة مثلا عندكم مقترحات؟ في قطاع الصحة مثلا في قطاع الصحة نعطيك مثل صغير أنه فيه لجنة طبية أو فريق طبي يحاول بشيعمل هنا في الجزائر لمدة أسبوع مثلا في مستشفى معين في منطقة معينة لإقامة عملية جراحية معينة لأن هنا في الجزائر فيه نقص كبير وفادح في بعض الاحتصاصات لا بعيد اسمح لي سيد مخروف بعيدا عن العمل التطوعي أو البنيفور نحن أحبين أشياء تستمر ما عندها رابطة تبقى دايما تعمل ما هو عمل أن نطبي بي جي هذاك جانب التطوعي نتكلم لك على أشياء هذا جانب من الجوانب تقدم دافع حقيقي ودعم حقيقي للقطاعات المختلفة هذا جانب من الجوانب الجانب الأكبر وهو إصلاح كل هذه المنظومة أو إصلاح هذه المنظومات مثلا في الصحة مثلا في التربية في التكوين في البحث العلمي الجامعي في البيئة مثلا فيه مقترحات كبيرة لملفات لندرسها ومقترحات لنقوم بها شيء اللي يمنع هو أنه حاجز الوصول هذه الكفاءات أو هذه المقترحات إلى الوزارات الوصية المعنية نطلق مثل بسيط أكيد فيتواصلوا نظريا لكن على أرض التطبيق روح جيب لي موعد مع وزير معين باش تقدم للاختراح نتاحك هذا السؤال اللي انطرحوه ونحمل معايا مثال ونذكره في آخر الحصة عن كفاءة من هذه الكفاءات طيب خلينا نتكلموا على هذا الموضوع تقلت لي موعد وإن شاء الله هرم يسمعوا فيك عندنا الحكومة والوزراء يسمعوا إن شاء الله نتكلموا في هذا النقطة سيد مخروف حتى نروحوا لموضوعنا اليوم لأنه خصصناه لهجرة الأدمغة والآن ربما أصبحت أكثر من هجرة أدمغة أصبحت هجرة كفاءات في فترة ما كانت الهجرة مقتصرة على الأدمغة فقط ناس لي تحمل كفاءة عالية جدا الآن كل الكفاءات تهاجر سيد مخروف أنا أستغل أنك أنت ترقص هذه الرابطة لو ممكن تقول لنا وتقول أيضا للمشاهد للمواطن حبينا عارفه هل يوجد سببين ثلاث أسباب يستطيع أن يتفق عليها كل من هاجر الوطن يقول هذه الأسباب لتخلي الجزائريين والكفاءات الجزائرية تغادر بلدها أكيد نلخصها في ثلاث أسباب رئيسية من التسعينات سبب واضح وهو العشرية السوداء التي عشناها سبب أمني لكن في من صمد هنا وقع ثم تفاجأ وأنه واجه أسباب أخرى أسباب بيروقراطية أسباب تهميش هذه الكفاءات أسباب التي تمنعوا من الوصول إلى أنت بديت المقدمة وكانت مقدمة هائلة أنه كل واحد فينا يحمل حلم هذا الحلم من الصعب تحقيقه إذا كان من الصعب تحقيقه في الوطن الجزائر تقاوم إذا كان فشلت في المقاومة أنتعك ماذا الحل الوحيد وهو أنك تذهب وليس معنا هذا أن هناك جنة جنة فردوس من كل من يذهب إلى هناك أنه ينجح بي حتميا لكن هناك الفرص متاحة لهذه النخب بأن تفجر طاقتها ولهذا نجد الكثير من الذين عندهم طاقات هنا وعندهم يعني أمال كبيرة أنهم عندما يغادروا البلد يفجروا طاقاتهم ويصبحوها باقرة صحيح هذا أمر صحيح ليختلف عليه اثنان أنه كل الجزائرين تقريبا نقول الكل وهذا كلام بالأرقام معناه كل الجزائر اللي خارج لغادروا الوطن ينجحوا لكن السؤال اليوم سيد مخروف أنا أعتقد أنه هذه هي الإزدواجية أو الجدلية المهمة أنه الجزائر بلد لنقول متخلف أو سائر في طريق النمو معناها هذه الممارسات إذا قلنا البيروقراطية والإرهاب الإداري والمحسوبية معناها هذه الممارسات تدخل من ذلك من صميم هذه الدول المتخلفة إذا كان كل نخبة كل كفاءة أصطدمت بهذا الواقع غادرت شكول يغير الوطن شكول يبدل الوطن شكول يخلي الجزائر دولة ما يشمت خلفها دولة ما تطورها معناها لازم أيد أصلا أنه نغير هذه الممارسات أكيد أنا قلت منذ قليل أنه فيه مقاومة وهذا النصيحة اللي نقدمها للشباب اللي ما زالوا هنا في الجزائر أنه ما ما يغامرش ما يغامرش باش يخرج هذه من جهة ومن جهة ثانية أن هذه الكفاءات اللي موجودة في الخارج عندها نية صادقة بأن تعود إلى هذا الوطن وأن تستثمر في هذا الوطن لماذا؟ لأنها مدينة لهذا الوطن مثلا أنا كنت هنا تابع دراسة حتى للجامعة بالمجان وبعد 25 سنة 28 سنة من الهجرة نفكر في العودة إلى الوطن وأنا يعني مثال حي من فيه الآلاف من الجزائريين اللي حاولوا يعودوا إلى هذا الوطن لماذا؟ لأنهم يقولون إذا غادرنا كلنا لما نترك هذا الوطن لما نترك الوطن هل هذا هو المستهدف هل هذا يعني كان من وراءه مخطط من أجل تهجير هذا النخب من الجزائر وترك هذا الوطن لبعض الفئات هذا هو القصد نحن تفطرنا إلى هذا وقلنا بأن هذا الوطن وطننا كلنا وجزائرنا كلنا ونحب كل جزائرنا كل واحد ينظر إلى هذا المنظور أستاذ مخروف سميني أنا لا أقدم أحكام ولا أقدم ربما أقدم تساول أكثر من أراء أنه في فترة ما كانت الهجرة لما قلت لك أنه هجرت الأدمغة معناها الهجرة مقتصرة على نوع معين فئة فريدة من نوعها في بلدها معناها حتى الوطن يشجعوا على الهجرة لأنه يمتلك كفاءات عالية تقريبا نخب عالية جدا اليوم الهجرة أصبحت تندنس جنرال معناها أصبحت وكأن الجميع يغادر تقني الصوتي يقول لك أنا نغادر الانفوغرافي يقول لك نغادر الصحفي غادر الطبيب حاب يغادر المحامي حاب يغادر معنتها عندك التزام مع الوطن سيد من خلط هوش من مستحيل أنك تكمل دراستك تروح التزام هذا مع الوطن أكيد موجود في كل واحد فينا لكن الظروف اللي يعيشها الظروف المحيطة به هي اللي ربما اللي تدفع به كل واحد منا من أن يهاجر وبعد مدة يقضيها في الهجرة يطرح على نفس السؤال ما هي الظروف الأسماع الحقيقية والله الظروف متعددة لكفاءة هاجر الظروف متعددة وخاصة منها الظروف التهميش لأنه لو قلنا أنه الظروف اقتصادية ممكن نتحملها الظروف الاجتماعية ممكن نتحملها إذا كان واحد طبيب مثلا هنا في الجزائر قام بالدراسة انتعه بعد سنوات سبع سنوات أو ثم سنوات من دراسة ويوجد نفسه بطال هذا سؤال لا يمكن أن يحتمل هذا الطبيب هذا اللي فات وقته ما يقدرش يعمل كإسكافي ولا كبائع خضروات في السوق عن ما يفكر في الهجرة إلى الخارج نعطيك مثل مثل بسيط أن فرنسا فيها نقص فادح في الأطباء أسمح لي أستاذ مخروف تقول لي أن هناك 75 ألف طبيب 65 ألف طبيب 65 ألف طبيب في فرنسا فقط نعم هل تعتقد أن 65 ألف طبيب كلهم ملقاوش فرصة عمل نعم 65 ألف طبيب كلهم ملقاوش فرصة عمل منهم لم يجد فرصة عمل ومنهم من عاش التهميش ومنهم من كانت ظروف الاجتماعية قاسية طبيب كان يتقضى 45 ألف دينار أو 45 ألف دينار يعني حتى باش ما نديرش مقارنة صغيرة برك واحد بناء يتقاضى أكثر منه هذا ما وش معقول ما وش معقول أصلا ولكن الذي لا يحتمل أن يهمش هذا الإطار هذا التهميش والبيروقراطية هي اللي جعلت منهم يعني دفعتهم أكثر إلى التفكير في الهجرة واحد طبيب بينتظر 20 سنة باش يعطي له باش لا تسكن ما وش من يعني ظروف الظروف المعيشية قاسية وليست في صالح هذا الإطار أو النخبة لأن يلقى في الجزائر صحيح نحن لا نشكك في نية أي واحد كل جزائر هاجر البلد كل واحد وظروفه وبين قوسين كما نقوله بتزيري الله يحسن العون لكن يا أستاذ مخروف أنا ما أريد أن أقوله أن الجزائر لنفترض أنه حالتها معينة مثلا بلد سائر في طريق النمو بلد يعرف الصعوبات في الإدارة في البيروقراطية في مجالات إذا كان إذا كنا نفكره بهذا التفكير أقصد تخيل أنه كل واحد يفكر أنه ملقيش فرستي نغادر ملقيش الجو المناسب نغادر معناه أنت رك تتكلم على الجو مغادرتك هي اللي رأي تخلق فيه رك تتكلم على الجو وبقاءك في الوطن هو اللي يغيره مع أنتها هذه الثنائية تتروح لأنه الجو مش يمليح وتهوشكون يغير أكيد أنه قلت منذ قليل أنه هناك مقاومة أنه هناك صمود أنه هناك تحدي يقول أنا جزائري عندي مكاني في الجزائر وأقاوم وحتى أثبت وجودي في الجزائر وهذا السؤال في رأيك الهجرة الآن أصبحت كأول حل أم كآخر حل آخر حل آخر حل ما هيش أول حل مستحيل أنها تكون أول حل لأن البلد هذا يحلم به الكثير من الكثيرين بالعيش فيه ودليل على ذلك حتى من هاجروا يعني قلت أنا باحتكاكي مع هذه الإطارات أن الكثير منهم يريدوا العودة إلى الوطن والاستثمار في الوطن وحمل الخبرات وحمل هذه التجربة التي يأتي بها من خارج إلى الوطن وهذا ما نفكر فيه إن شاء الله سيد مخروف أستسمحك فقط نأخذ فاصل ثم نعود مشاهدين ابقوا معنا نعود بعد هذا الفاصل عودة مجددا مشاهدين من التحق بين اللحظة نذكر بموضوع حلقتنا اليوم والنخب أول الحلول أم آخرها وضيف يا سيد محمد بن خروف رئيس رابطة الدولية للكفاءات الجزائرية بالخارج سيد مخروف في البداية قتلي على المرحلة الأمنية التي مرت بها الجزائر هي العشرية السوداء البعض يرى أنه الآن الحمد لله كان الأمن في البلد بعض الظروف ربما بدأت تتحسن بصراحة سيد مخروف وش رأيك في هذا الأمر بالذات في الجزائر كان ظروف بدأت تتحسن كان أفق بديبان أكيد أنه فيه تحسن تحسن مستمر ملحوظ في بعض الميادين في الاستقرار في الأمن في حتى الظروف المعيشية التي أصبحت اليوم الجزائري يعني تطور تطورت الظروف المعيشية مستوى المعيشي ارتفع مستوى المعيشي بمقارنة من مقارنة صحيح حتى بالبلدان المتقدمة الأخرى يعني أصبح هناك المعيشة المنقول السهلة لكنها تطورت بمقارنة مع الثمانينات والسبعينات لكن ما يدفع أكثر بعدم الرجوع مثلا فيها أنت قلت منذ قليل أننا نحلم بالهجرة هناك من يحلم بالعودة إلى الوطن هناك من يحلم هناك من يحلم بالعودة إلى الوطن من إطاراتنا من نخبنا وفيها يعني مشاريع من طرف هؤلاء لما تقضي ربع قرن في الخارج تطرح سؤال التائلي أنك خرجت الخارج واثبت وجودك هناك وأصبحت يعني عندك مكانة اجتماعية مرموقة السؤال يبقى مطروح ماذا قدمت للجزائر لا تنسى أنك قدمت من الجزائر وأنك بفضل يعني المجهودات التعليم المجاني في الجزائر أنا مثال حي وكان أمثلة أخرى يعني ما تعلمتش لكن لما وصلتها للبلدان وبعد مدة زمنية معينة فيها تطرح السؤال تقول ماذا قدمت للجزائر هل أنا استطيع أن أقدم شيئا من المفروض أقصد أن هذا طبيعا يكون عندك التزام مع الوطن أكيد لهذا وهذا الالتزام مع الوطن هذا ليفرض علينا باش نقدم اختراحات ونقدم ونحاول يعني نربط جسر بين هذه خلينا نقول لك أشياء أخرى أنه دائما نسمع مثلا كفاءة معينة نسمع دائما هناك حديث راديو تريطوار مثلا حديث المقاهي أحيانا يبالغ أحيانا ندخل الأمور لكن لا علي أن ننسق سيك لأنك موجود وجاوبنا بصراحة المخروف نسمع أنه طبيب جزائري مهندس جزائري كبير عنده كفاءات حاب يولي من خارج القاعر قال ما حاب يعترفوا به داروا له مشكلة هذة الأمور صحيحة كي الناس حبتوا بلد صراء له هذه المشكلة نعطيك مثالين حيين فقط زوج أمثلة عندك أطباء مثلا بيعثة طبية كانت تجي تعمل هنا في إطار حملات تطوعية ومنهم من يريد أن يقيم في الجزائر وخاصة عندنا نقص فادح في الاختصاصين منذ قليل ما نركزوش على الحملات التطوعية لأنه حتى صليب الأحمر يقدم حول التطوعية لا ماهيش تطوعية لكن التطوعية في أعلى مستوى أشياء تستمر التطوع يسرى مرة يسرى مرتين لكننا حابين نطور قدمة طبيب يريد العودة إلى الوطن طبيب مختص مشهور يعيد العودة إلى الوطن ويفتح عيادة هنا أول ما يطرح عليه لأن هذا الطبيب رحمنا من جزائر كطبيب عام ووصل دراسة أنت هناك وتحصل على التخصص وهو يشرف على مصلحة من مصالح في مستشفى مثلا ولما يجي كله هنا كبروفيسور في تخصص معين السؤال الأول الذي يطرح عليه والذي يوجهه هو يقول هو أعطني الكيفانونس هذا غير ممكن أصلا لماذا؟ لأنه فيه فرق في المستويات وهو الكيفانونس ربما يسوه الوضعية إدارياً ولا ماذا؟ لا لماذا؟ لأنه البلدان الغربية تطرح هذا السؤال على الجزائري اللي هاجروا لها قولك نعمل بالمثل بالمقابل هذا واحد نعطيك مثل آخر مثلاً عندنا نذكره نذكره على سبيل مثل رياضي رياضي مشهور بطل عالمي أول بطل عالمي جزائري في الملكمات متى اللي حضرت لهذه اللي حضرت لصورتها بالوزن التقيل الخفيف هذا اللي نازل وثبت وجوده في فرنسا زين الدين بن مخلوف زين الدين بن مخلوف ورح حتى لروسيا وطلع فوق الحلباء وعملوا له النشيد الوطني الفرنسي ونزل لأنه جزائري دمه جزائري يغلي جزائري وأراد الاستماع لنشيد الوطن الجزائري ونازل في ألمانيا بالنشيد الوطن الجزائري والعالم الجزائري وتحصل على ضد ضد بطل عالمي خمس مرات وتحصل على البطولة العالمية واليوم ره معنا هنا في الجزائر حلمنا حلمنا نعم هذا يعني فقط باش نقول لك العراقين العراقين موجودة لكن سؤال سيد بن مخلوف أنا لست هنا لأحكم على أي إن كان ومنحكمهش عن نوايا قلنا كل واحد وظروف ولكن يتساءل سيد بن مخلوف الجزائريين في فترة ما ربما فترة الإرهاب العشرية السوداء من الطبيعي ربما الناس أنه ربما يعتق كان مبرر أنه الأمن الأمن شيء مهم لكن اليوم مثلا في 2015 نحن مقبلين على 2016 أنت بنفسك قتلي أنه كثير من الأمور تحسنت واليوم كان أمن وشن هو السبب لخلي الناس تهاجر وأنا أتكلم على الهجرة اللي أصبحت ربما تغير مفهومها من هجرة الأدمغة أنه ناس يجب تهاجر باش تواصل بحثها باش تواصل دراستها إلى الهجرة اللي أصبحت تقريبا قتلك أنه الكل يفكر بالهجرة أصبحت أصبحت كأنها موضة كأنها موضة موضة جديدة لا عم كأنها موضة جديدة لماذا لأنه فلان هاجر وقام سنوات في الهجرة وعادلنا من ثم الهجرة بسيارة أو بكذا أخلاص أصبحت خاصة الشباب من تعنا نشر فيه هذا الفكر هذه هاجر أنا اليوم نقول العكس نقول العكس لماذا لأنه حتى البلدان هذه الغربية أصبحت يعني يعني العيش فيها ما هوش من سهل ما هوش من الطريقة هذه اللي كلنا يفكر فيها أصبحت اليوم باش تعيش في في هذه البلدان الغربية أنك تقاوم الظروف الحياة قاسية جدا ما هوش بالإمكان من أنك يعني تعمل اسم هناك أو تعمل تأخذ مكان مرموقي في المشتمع صحيح ما هوش من سهل ما كانش ما كانش لطابيروج صيد مخروف صحيح فيلم من 1994 إلى 2006 هذا رقم رسمي قدموا الكناس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي قدم 71 ألف جامعي معناها مش كل الناس الجامعين فقط 71 ألف جامعي حسب الإحصائيات الآن فيما يخص نخرب الكفاءات الأرقام رأي تزيد الهجر الهجر رأي تزيد الهجر رأي تزيد إذا أنت قلت 75 ألف 71 ألف هذا رقم قدموه تقريبا في ألف نعطيك رقم آخر 65 ألف طبيب نعطيك أرقام أخرى يعني كلها 65 ألف طبيب رقم كبير رقم كبير جدا ومرهب رقم يعني 48 أولاية عدنا كثر من ألف طبيب في الولاية أكيد أكيد وفيها الفئات الأخرى ما تكلموش فقط على الطيب وعلى الجامعين تكلمو على الكفاءات الأخرى هذا وش قطف كل الكفاءات يعني في كل الميادين منهم في الصناعة منهم في الزراعة منهم في البيئة منهم حتى في الرياضة والفن سبحان الله يعني فيه دكتور في الموسيقى معروف نذكر اسمه معليش دكتور سعد الدين الأندلوسي في الموسيقى العربية الأندلوسية يدرس هناك في فرنسا يأتي بجديد يبحث هذه كلها كفاءات هذه كلها كفاءات وحلمها أنها تعود إلى الوطن وتأتي بخبرتها ومشه الشيء اللي يمنع خلينا نقوله مثلا ما نحب أن كل الكفاءات تولي كأن أصلا لتفيدك وهي في الخارج وربما كل واحد رأيه لكن وشه الشيء اللي يمنع أن الكفاءات اليوم تولي على الأقل لعندها مكان هنا ما تتولي أنك تفتح لها أبواب فقط وتنحي العراقية البيروقراطية سيد بنخروف لما تولي للجزائر نفترض أنه مثال حي حتى المشاهدين يشوفوا فينا سيد بنخروفك حاب تولي للجزائر مثلا وشه الشيء اللي يمنع بصراحة تولي للجزائر أو لماذا ذلك حاب تولي للجزائر لا لا نرجع للجزائر ونزورها تقريب أربع أو خمس مرات في السنة ونشارك في تظاهرات ونشارك فينا ذوات ونشارك حتى منهم قلت أنه محتم عليه أنه يستقر هنا بضرورة لكن يأتي ويكون هناك تواصل هو هذه العراق البيروقراطية مثلا نقول لك أنا عن دينية باش نفتح عيادة عيادة هنا في الجزائر عيادة للأطفال المعاقين ذهنيا وحركيا لازمك كما نقول باركور دي كومباتون باش تفتح باش تفتح عدنا مشكلة سيد مخروف كثير يقول لك أنا جيت ما حبش يستقبني الوزير نحن كأنه عدنا استقبال الوزير هو المكاش البيروقراطية نحن عدنا كثير هذه الكلمة يقول لك أنا جيت للجزائر الوزير ما حبش يستقبني أيضا حتى الوزير ما هوش لازم يستقبل كل مثلا من إطراطي ما نش من مارس لبلينة مارس نحن نقول نحن جزائريين نحن مدينين لهذا البلد هذا والبلد هذا يحتاجنا يحتاج الكفاءات هذه الموجودة في الخارج يحتاج إلى هذه الخبرات الموجودة في الخارج يحتاج أيضا ميزيت يستمر هذا النزيف أكيد أولا توقيف هذا النزيف التوقيف هذا النزيف يتم بتوفير الشروط إلى أولئي الشباب خريجي الجامعات بتوظيفهم و أنا قلتها في عدة مرات بتطبيق القانون تطبيق دولة القانون لما يقول أنا عندي حق في العمل تعطيه حق في العمل لما يدرس في الجامعة يدرس عشرين سنة أو ثلاثين سنة حتى يصل إلى سنة الثلاثين و يخرج و يصبح بطال هذه كارثة هذه كارثة كبيرة يجب وضع حد لهذه الممارسات تعطيه حقه في العمل تعطيه حقه في السكن هذا هو الاستقرار لما يكون الاستقرار فيه استقرار أمني حقيقة لكن يكون فيه استقرار المستوى الاجتماعي لما يجد سكن يسكن فيه لما يجد عمل يعمل فيه ما هو لا ليش تبني بصراحة سيد بخروف ربما مرينا بمرات صعبة أنا حابين الزرع والأمل باش الناس تجينا والناس ما تروحش لكن كيف الأمور تتحسن نعطيك معلومة أن الجزائر أن الجزائر بنت أكثر من مليون وخمسمائة ألف سكن هذا رقم قياسي حتى الدول الغربية ما تبنيش لكن السؤالي قدام المطروح مشكلة السكن دائما المطروح في الجزائر وهذه منذ منذ تقريب 30 سنة المشكل فيه هو مشكلة توزيع ربما السكنات مشكلة توزيع السكنات الإطارات هذه أنا طبيب هذا باش نحكمه هنا سيد بن خروف لازم نقوله مثلا مقاوش كل حاجة حصله في بلدنا نقوله بلدنا عندها نقائص ما ليش هذه الكفاءات تجي والناس تكافح شوي أنا ما ليش من أول عائق لنستهاجر تريح في بلادها تغير الأمور نحن ما نقوله أنه يجي تعمله بسط أحمر لا ويجي ما زال جزائري وعنده عقلية جزائرية وما زال الثقافة الجزائرية تسري في دمنا ونحن ونحن وطننا كلنا ونجب تكافح فيه مثل ما كافح جدادنا مثل ما كافح أسلافنا من هذا الوطن إن شاء الله مخروف الوقت أنت فقط حبيت فقط لأن الكل يتحدث على الإسلام وفوبيا شفنا ظاهرة احتداءات على المساجد تقول لي بصراحة هذا النقطة وينه يوصل في فرنسا ولا في الدول الأوروبية والله في المدة الأخيرة هذه أصبحت تكاثر في تزايد مستمر بعد أن كان يعني كانت العنصرية اللي نتكلم عنها ونقول أنها بلدان الحريات وبلدان الديمقراطيات وبلدان كذا لكن فيه خبايا أكثر ما نعرفاش يعرف إلا من هو موجود فيها فيه أكثر من خمسين مصلة ومسجد تم الاعتداء عليهم في هذا الأسبوع فقط في هذا الأسبوع فقط لماذا؟ لأنه بعد ضجت الإرهاب اللي يسمع بها وهذا ما همش فقط مهاجرين أبناء المهاجرين هم هم فرنسيون الأصل صح هم فرنسيون الأصل ومن يتحمل يعني هذه العواقب كلها تحملها المهاجرين شكرا جزيلا وهذا سبب من الأسباب اللي نقول بأننا نفكر في العودة إلى الوطن شكرا جزيلا يا أستاذ بن خروف شكرا جزيلا أستاذ بن خروف شكرا جزيلا ونخبنا والناس نحترموهم ونقدروهم وإن شاء الله نحب نلقى هذا الصيغة أنه ندعمه بلادنا الشكر موصول لكم وشكرا يعني على هذه الدعوة وعلى هذا الموضوع شكرا جزيلا أستاذ بن خروف الله يخليك شكرا جزيلا مشاهدين إلى هنا نصل إلى نهاية عدد اليوم خصصنا لهجرة الكفاءات والنخاب هل هي أول الحلول معناها أصبحت موضة وأصبحت هكذا الكل يفكر فيها من أنه آخر الحلول نظرا للإرهاب الإداري والبيروقراطية والتهميش أحيانا وكل هذه الأمور قناعة مننا إن شاء الله أنه اليوم يكون أفضل من الأمس والغد أفضل في الجزائر إن شاء الله أيضا دائما أدعو ربي يعلي رأي بلدنا محمد أسفر السلام عليكم